اشتركوا في القناة والله تعالى عن موقف الجزائر مما يجري في غزة ثم اعلانها الرسمي لدعم الصين في طيوان الملاحظ أن مواقف الدولة الجزائرية فيها نوع من التذبذل ولكن في مجملها العام واضح أنها تخضع إلى أمزجة فيها مناهضة إلى أطراف أخرى ويكاد يكون القاسم المشترك في المسألة كلها هي الصحراء الغربية هذا هو الدبلوماسية الجزائرية راه مختزلة مواقفها وسياستها بناء على ما تريده جبهة البوليزاريو هذا هو الواقع خلينا نمشي مثلا إلى قضية طيوان لن أخوذ في قصة طيوان أنها تتمتع بحكم ذاتي وأنها هناك من عنده رغبة في الانفصال هي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية وكيف كانت الأمور تاريخها هذا كل تعرفوه ابحثوا فيها على الانترنت لست هنا بصدد أن أعيد ما قيل ولكن أن وزارة الخارجية الجزائرية عبر سفيرها تعلن رسميا في هذه الظروف أنها مع الصين الأمر أبعد من أن يختزل في هذه المسألة طبعا أن أمريكا تعترف بسيادة الصين على تايوان ولكن عندها واحد المواقف راه تتعامل مع تايوان بطريقة راه تثير حفيظة الصين الجزائر كأنها وجدتها فرصة كي تقول لأمريكا لن نؤيدك في أي شيء قد تذهبين إليه خاصة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان نانسي بيلوسي التي زارت تايوان وهددت الصين وبعد ذلك طلعت التهديدات الصينية صناعة صينية كما علق الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتمالي المهم الجزائر أعلنت موقف صريح أنه أننا ضد السياسة الأمريكية أنها بهذا راه بدأت تكشف في كل أوراقها في التخندق في صالح طرف الصيني الروسي هذا المحور ضد المحور الغربي بقيادة أمريكا هذا هو الواضح طبيعي جدا من حق الدولة أن تعلن مواقفها السيادية ومن حق الدولة أن ترى مصالحها في هذه المسألة ولكن أن تستعمل هذه المسألة لتصفية حسابات تتعلق بملفات أخرى أعتقد بأن هذه دبلوماسية غبية خلينا نسمعوا ونشاهدوا ما قاله السفير الجزائر الجزائر طيوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية السفير الجزائري لدى بكين قال إن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها حسب بيان للخارجية الجزائرية قالت الجزائر السبت أن طيوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وحكومة بكين هي الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية تضمن تصريحا لسفير الجزائر لدى بكين حسن رابحي ردا على سؤال من الصحافة الصينية حول تطورات قضية طيوان على هامش زيارة دبلوماسيين من دول إسلامية إلى موقع قاطعة شينج يانج في 4 أغسطس أب 2022 وقال السفير الجزائري إن طيوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وأضاف سيادة الصين على طيوان منصوص عليها صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 في عام 1971 وتابع منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 49 أقامت 181 دولة بينها الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة واعتبر السفير رابحي أن مبدأ صين واحدة هو إجمع عالمي للمجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية حسب بيان الخارجية الجزائرية هذا موقف الجزائري الآن من هذه القضية هو موقف سيادي طبعاً ولكن أنا أجزم لكم أن القضية جاي فيها نوع من مناهضة أي توجهات أمريكية غربية تجاه هذه المسألة والسبب هي الصحراء الغربية حابين يقولوا لأمريكا أنك أنت أيدي سيادة المغرب على الصحراء نحن نؤيد سيادة الصين على طيوان رغم أن طيوان عندها معالم تقدر تكون دولة لحالها أمر آخر أنها تتمتع بحكم ذاتي عندها عالمها وعملتها وحدها وكل شيء هذا الأمور رغم ذلك راهي قابل الجزائر بالحكم الذاتي وقابل بسيادة الصين وتؤيدها على هذا الإقليم يعني حتى لو كان طيوانيين هذم يخرجوا يقولوا أن نحن طالب بدولة مستقلة وعندهم كل العوامل التاريخية والجغرافية اللي يقدروا تكون عليهم يكون دولة مستقلة الجزائر ترفضها ترفضها وتناهضها بلا أدنى شك ليس أنها تؤمن بوحدة طرابية للدول ولا أنها عندها مواقف مبدئية لا القضية أنها راهي مشي في محور معين وتؤيد أي شيء مثل ما تفعل عندما تقول بأننا ضد التدخل الخارجي في الدول لكنها لم تنطق بكلمة بالتدخل الروسي في سوريا ولا التدخل الأراني في الدول العربية لم تدينه يوم بل لم تدين حتى تدخل حزب الله اللي هو من المفروض رأي حزب سياسي عنده ميليشيا في لبنان رأي حد خلوا يقاتل في السوريين ويقتل فيهم والجزائر لم تدينهم يوما بل رفضت حتى تصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية رغم أنه سلاحه وهو ميليشيا غير رسمية ميليشيا موازية في الدولة والجزائر من مبادئها الدبلوماسية أنها ترفض وجود ميليشيات موازية للجيوش الرسمية إلا في لبنان ري تقبلها وأيضا تقبلها في الحوثي أيضا راهي عمرها ما أدانت على ممارساته في كثير من الأمور ولا تقبل أيضا حتى تصنيفه منظمة إرهابية وشيء من هذا القبيل المهم هذا هو الجد المهم هذا الموقف في نظري راه موقف يرتبط بقضية الصحرى الغربية لا الصين رايح تفرح بموقف دولة مثل الجزائر معاها ولا رايح يزيد لها شيء ولا الجزائر عندها ثقل دبلوماسي عندما تعلن هذا الموقف رايح يكون لها تأثير ولا شيء ولا أمريكا رايح يلفت انتباه هذا الموقف الجزائري في الجزائر بالنسبة لأمريكا عبارة عن نخلة حطت فوقها ذبابة إذا بقيت لن تحس بيها وإذا طارت لن تحس بيها هذا الذي أوصل النظام الجزائري إلى هذا الحال هذا هو واقع الدبلوماسية الجزائرية ومن يقول غير ذلك فهو وهم هذا هو المختزل أنه نوع من النكاية في الموقف الأمريكي في قضية الصحرى الغربية هذه هي فقط لا قضية وحدة طرابية ولا قضية تقرير مصير لو كانت الجزائر تقدس الوحدة الطرابية للدول ما جاء عمار بن لاني وحرض على حركة انفصالية في الريف المغرب نعم حرض عليه وما زال يحرض بطرق استخبارية هو ومن معه والنظام كله راهم يعمل حتى على صناعة حركة انفصالية في الريف تتواجد في الخارج عبر أشخاص راهم عندهم على قبل مخابرات الجزائرية هذه هي رحلة إذن أنت يعني رك تحرص على الوحدة الطرابية للصين لكن الوحدة الطرابية تعني مغرب بتحرصش عليها أمر آخر إذا كان الصين ترى طيوان أراضيها وأهل طيوان يرون عكس ذلك نفس الشيء يكاد يكون تقريبا إلى حد ما في قضية الصحرى الغربية المغرب يراها وحدة الطرابية الصحرى الغربية عمرها مكان الدولة وعمرها ما عندها لا حكم ذاتي ولا شيء بل الحكم الذاتي مقترح من طرف المغرب الصحراويين فيهم جزء اللي يتواجدوا فيه تندوف راهم ربما كنت تتحرهم الفرصة يقولوا نحن معلوحدة الطرابية ولكن ما داموا هناك في شبه احتجاز وليسوا لازئين أبدا لأن صفة اللجوء لا تنطبق على هؤلاء كي كثير من المعايير راهي بعيدة كل البعد عن هؤلاء الأشخاص المهم يقولوا في جزء صحراوي يقول نطالب بتقرير المصير ولكن في جزء آخر راه موجودين في الداخل وموجودين في كثير من الأماكن يقول لك لا نحن مغاربة وهذه أقليم جغرافية مغربية ورغم ذلك الجزائر دعم بالسلاح حتى البوليزاريو وكل شيء من أجل صناعة كيان ودولة سادسة في المنطقة المغاربة هذا الكيل بمكيالين ليظهر في كثير من المواقع أمر آخر نمر هذا وراء نعطي تلكم باختصار شديد حتى لا نقول فيه كثير أن الجزائر مع ما يحدث من غزة هناك عدوان إسرائيلي يدفع ثمن مدنيين في غزة بسبب حقيقي أنه عندما يضيق الحال على إيران تحرك ميليشياتها سواء في لبنان أو في غزة أو في أي مكان يتحركهم لأن الموجودين في غزة هي ميليشيات ولائها للولي المسمى كذا في طهران هذا هو الوقت لذلك إذا تحركت راهي تحركت بإعاز من إيران منظمة هذه ما تسمى الجهاد الإسلامي راهي تحت سيطرة فيلق القدس سيطرة مطلقة لذلك أي عملية يقوم به راهي بإعاز إيراني لذلك كل ما يضيق الحال على هذه المنظمات ويحتاجوا شوي دعم عودة البهرجة الإعلامية يروحوا يقصفوا إسرائيل ببعض السواريخ ترد إسرائيل يديرها مندبة كبيرة واللي يدفع الثمن هم أهل غزة من المدنيين وسقوط مدنيين في أي عملية عسكرية هي جريمة حرب ترتكبها سواء إسرائيل أو غير ذلك الجزائر أعلنت على موقف في هذه المسألة خلينا نشوف الموقف في الجزائر بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجليل لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة وإذ تجدد تأضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسه حقه غير قابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبعا لا غبارة على هذا الموقف أنا أؤيد هذه المطال يجب أن يتم توقيف هذا العدوان كل ما قالوه رنمعه ولسنا ضده هذه حقيقة أمر آخر أن هناك نوع من الغموه شوف أهم شيء خليني من يقال والشرعية الدولية والقوانين الدولية والكلام هذا خليني نرجع لكم ونكشف لكم بأنه كلام يستعمل من أجل النفاق لدى نظام العسكر فقط خليني نصل واحدة النقطة قالوها على رأسه المهم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسه حقه غير قابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف شوف تبون والعمامرة عندما يتحدثوا مع المجتمع الدولي يقول لك عاصمة الدولة في حدود السبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية هنا نوع من محاولة تهرب يقول لك القدس الشريف الجزائريين يفهموا باللي رأوا المقصود هو القدس كلها الشرقية والغربية ولكن الحقيقة أن القدس الشريف يقع في القدس الشرقية ولذلك دائما ما يقولون أنه مع دولة في حدود السبع وستين وعليش ما يجددونش هنا خلوها نوع من الغموض هكذا ولكن الجزائر موقفة من هو أن الجزائر مع حل الدولتين يعني دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في حدود السبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية غموا هكذا شوي بقدس الشريف فيها نوع من التضليل ما حبوش يقولوا القدس الشرقية ولكن عندما يجي عاتبهم واحد راح يقولوش يقولوا يقولوا لك نحن قلنا القدس الشريف فمعنى هنقصد القدس الشرقية التي يعني القدس الشريف يقع في القدس الشرقية ولكن لو قالوا وضعوا ما هي هذه الدولة حق الذي لا يسقط لا بالتقادم ولا بأي شيء ما هي هي الدولة دولة فلسطينية في حدود السبع وستين عاصمة Supportこと القدس الشرقية معناها الجزائر ستعترف بوجود إسرائيل تعترف بالدولة الإسرائيلية في حدود سبع وستين معناها أيضا أنها تعترف بالشرعية الدولية إسرائيل رهي موجودة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن في كل المحافل الدولية إسرائيل موجودة لكن النظام الجزائري عندما يتحدث عن الجزائرين وقلك الكيان تبون في حوار تلك التلفزيون يقول لك الكيان وفي حوار أخر يقول لك الدولة وره محيرين وفي المواقف لما يتحدثوا المجتمع الدولي يتحدثوا على دولة فلسطينية في حدود 67 وفق مقرارات الشرعية الدولية ولكن عندما يتحدثوا الجزائريين يتحدثوا على الكيان الإسرائيوني وما إلى ذلك من هذه الكلمات ليدغضوا فيها مشاعر الجزائريين فقط مثل ما هو الشأن للصحراء الغربي عندما يتحدثوا المجتمع الدولي يتحدثوا على البوليزاريو روحوا شوفوا خطابات المسؤولين الجزائريين في الأمم المتحدة ولا في المحافل الدولية يتحدثوا دائما على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأن البوليزاريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي فقط ما يتحدثوا على الجمهورية الصحراوية لأنه لو يتحدثوا على الجمهورية الصحراوية المجتمع الدولي لا يعترف بها الأمم المتحدة لا تعترف بها الأمم المتحدة تعترف بأن هناك نزاع في هذه المنطقة وأن هناك منطقة متنازعة عليها وأن هذه المنطقة ما حدثتش في مرحلة معينة رهي مسجلة منذ الاحتلال الإسباني في لجنة تصفية الاستعمار وأيضا لأمم المتحدة لا تعتبر المغرب استعمار ولا احتلال تعتبرها منطقة متنازعة عليها فقط كانت فيها حرب و جاء اتفاق وقف اطلاق النار الجزائر دفعت إبراهيم غالي لإلغاء اتفاق وقف اطلاق النار اللي هو موقف دولي وهو موقف أممي انت جي تتحدث للشرعية الدولية في مكان وشرعية دولية أخرى في مكان تعبث بها كما تريد كيفاش تقرير مصير الشعب الصحراوي والجزائر قررت مصيره دارت له دولة يعني من المفروض ما تكون حتى دولة من المفروض الجزائر تطالب الاستفتاء تؤيد مطلب الاستفتاء اللي تطالب به البوليزاريو إذن البوليزاريو عندها شحق تعلن دولة عندها حق فقد تبقى في هذا الإطار إلى أن تحل هذه المشكلة بأي طريقة كان ولكن الجزائر دارت له دولة دارت له عالم دارت له كل شيء داره في صفراء تخلص له في كل مكان وتقولك الشعب الصحراوي قرر مصيره وعندما تحكي معهم يقولك نحن متأكدين بأن الشعب الصحراوي كل مع جمهورية الصحراوية لا على أي مقياس لأنه عندك ناس في المخيمات مساكن لا حول لهم ولا قوة يسفقوا للبوليزاريو هروح ودخل للداخل هدخل روح للداخل والعيون كثير من الصحراويين راهم مع مغربية الصحراء ويوجد أيضا اللي هم مع تقرير مصير ويسافروا بجوازات مغربية ويسافروا للخارج ويرجعوا وما يتعرضوش للمضايقات في حين الجزائري لو ينتقد سعيد شنقريحة والله ينتقم له حتى من عائلته اللي موجودين في الجزائر في حين قياديين في البوليزاريو موجودين في الجزائر وحاملين سلاح ضد المغرب وعائلاتهم موجودة هناك ولم يجري الانتقام منهم هنا الفرق المهم ليس هنا فقط الجزائر الآن اللي تحدث عن الشرعية الدولية وتدين القصف قصف غزة وكذا وكذا كذا هي نفس الدولة التي تبارك قصف السوريين الجزائر رهي مع بشار الأسد منذ أيام فقط العمامرة راحل بشار الأسد والجزائر تحاول إرجاع نظام بشار الأسد إلى الجامعة العربية والجزائر لم تدين يوما حتى استعمال السلاح الكيموي ضد السوريين ولم تدين يوما التدخل الروسي الأجنبي في سوريا وسوريا دولة ذات سيادة ولم تدين يوما التدخل الإيراني عن طريق ميليشيات إرهابية ومنظمات تقتل السوريين لم يكن لديها موقف بل أن يجري قصف المدنيين بطريقة بشعة عن طريق براميل متفجرة وبطريقة غير مسبوقة ما دارتها إسرائيل لا في غزة ولا في غير غزة وليس دفاعاً هذا عن إسرائيل حتى إسرائيل عندما تقصف المدنيين فهي ترتكب جرائم حرب وعدوان على ناس آمنين في بيوتهم وفي مدنهم وعندهم حق مشروع في بناء دولتهم لا غبار عليه هذا هو يعني أنت في سوريا ركتبارك قتل السوريين ما قتله النظام السوري والنظام الروسي ونظام الإيران في سوريا يعني لو نخذ نسبة ما قتلته إسرائيل منذ الأربعينات إلى يومنا هذا ما يلحقش عشر بالمئة مما فعله لنظام الأسد واللي معاه في عشر سنين هذه الحقيقة إذن في سوريا معا قصف المدنيين وقتلهم ولم تدين يوما هذا يعني النظام من حق ويقتل شعبه في نظركم هذا لأنه نعاكم من رفس المحوة أهناك لا تتباكى على الغزويين وطبعا هم يستحقون ذلك لأنهم يجري استعمالهم أيضا من طرف إيران من طرف إيران كلما يذيق الخناق على إيران إلا وتحرك حركاتها وميليشياتها في غزة وفي لبنان من أجل الضغط على المجتمع الدولي الذي يرى أمن إسرائيل خط أحمر هذا هو الوقت بل أنه نظام الأسد قصف حتى الفلسطينيين في مخيم اليرموك الجزائر تقول في بيان هذا رانا نقف مع الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني أيضا قصف من طرف نظام الأسد في مخيم اليرموك في سوريا وقتل منه الكثير تم اختطاف فلسطينيات من المخيمات وتم اغتصابهم وأنا شخصيا وقفت على شهادات والتقيت بضحايا الاغتصاب من الفلسطينيات اللي كانوا في سوريا التقيتهم في تركيا نعم يعني أنت جي نظام الأسد وإيران تقتل فلسطينيين في سوريا عادي تقصف بالبراميل المتفجرة والسواريخ الباليستية وغيره تقصف الناس وتقتل الأطفال منذ أيام فقط مجازا ارتكبها بوتين في سوريا عادي بل أنه فقط هذا لزالة حتى قصف المدنيين في أوكرانيا والهجوم على أوكرانيا واحتلالها من طرف روسيا الجزائر تقف مع روسيا ضد أوكرانيا لأنه روس حليف استراتيجي قال لك الروس وقف معانا بكري في الثورة الجزائرية أو المغرب لا توجد دولة فوق الأرض شعبا وقيادة وقفت مع الثورة الجزائرية مثل المغرب ومن يقول غير هذا فهو كذب ولكن بعد الاستقلال مباشرة بدأ النظام أنذاك جيش الحدود يكيد إلى المغرب المهم هذه تفاصيل يعرفوها الكثيرين ولكن النظام يخفيها يعني في سوريا وفي أوكرانيا أراك مع الغزاة المحتلين في خزة أهلا بيّن باللي رأي عندنا مواقف وندين بشدة إذا كانت تدين هذا الشيء كموقف إنسان وموقف قانوني يجب أن تدين أيضا ما حدث في سوريا ولا يجب أن تضع يدك في يد بشار الأسد يعني هاي سيدي أعلن مواقف الحوثي يقصف في مدن مدنيين في سعودية تكتفي جزائر ببيانات لذر الرماد في العيون ولكنها لم تتجرأ يوما أن تقول بأن ميليشيا مسلحة موازية للدولة تقوم بأعمال هي إرهابية في استهداف المملكة العربية السعودية واستهداف الإمارات وغيرها لم نقول هذا الكلام نظام يكيل بمكيالين نظام سياسة عوراء وخرصاء نظام ليس لديه مواقف مبدئية يتحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيره عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وأساسا هم الصحراويين في نظره ولكنه في نفس الوقت يكيد إلى شعوب أخرى يعني المواقف مناوئة إلى شعوب أخرى وها هو في طيوان فيها ملايين ملايين الطيوانيين غدوة يقولون طالبوا بتقرير مصير الجزائر ترفضه لأن هذه تحت السيادة الصينية ولكن في المغرب عندنا الصحراء الغربية الله عشرات الآلاف من المواطنين لو تجدرهم قرق عجرافية ما يديروا شقرها تحوس عليها دولة بأي طريقة إن كانت ليس حبا فيهم راهم يعانون الأمرين في المخيمات ولا يوم الجزائر أعلنت موقف لحمايتهم رغم أنهم تحت سلطة الدولة الجزائرية ولكن خلتهم تحت سلطة موازية تتمثل في جبهة البوليزارو لدير دولة داخل الدولة وينتهكوا في الحقوق عندهم سجون وعندهم عدالة خاصة بهم بعيدا عن كل الدولة لرهم يتوجه على عربي ما يسوي شيء فقط نكاية وتصفية لحسابات تاريخية مع المغرب بدأت من أول 1962 عندما جاء مجموعة وجدة وبدأت تتغلغل وتهيمن على مفاصل الدولة الجزائرية المهم اختصارا أن موقف الجزائر من طيوان هو موقف يندرج ضمن التخندق في محور معين ضد محور آخر وأعتقد هي نوع من الاحتمال لأن الجزائر تخاف من شيء واحد هي الديمقراطية وملفات حقوق الإنسان وهذا المحور الذي تنتمي إليه الجزائر محور لا يحترم حقوق الإنسان ولا ولو الصين شوفوا واش دارت في المسلمين هناك الجزائر لم تعلن يوما موقف تنديل روسيا راهي أحرقت السوريين ولا الجزائر لديها موقف إيران راهي دمرت العراق ودمرت لبنان ودمرت اليمن ودمرت سوريا ولا الجزائر أعلنت موقف مناوئ لها لأن هذه الدول لا توجد لديها قيمة لحقوق الإنسان والنظام الجزائري نفس العقيدة تجاه حقوق الإنسان لذلك راهي في المحور هذا أما في المحور هذا راهي يتحدث نوعا ما عن حقوق الإنسان ويستعمل حقوق الإنسان ضد الدول ولا يعني أن أمريكا تحترم حقوق الإنسان حتى أمريكا هي التي قدمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران أمريكا هي التي وقفت وخدمت نظام الأسد حتى يستمر في إطار خدمتها إلى إسرائيل التي هي للتحميق نظام الأسد هذه الحقيقة التي لا غبار عليه ولكن يبقى دائما الدول الأوروبية هي الأفضل من ناحية الحقوق والحرية الحقوق والحرية داخل إيران كارثية داخل روسيا كارثية داخل الصين أيضا كيف كيف والجزائر راهي تستمتع عندما تجد نفس الدول وتحمل نفس العقائد والأديولوجية تجاهها حق الإنسان والجزائر راهي تمارس في نفس الممارسات لو تفتح دوليا النظام هذا يجد نفسه في حيص بيس بسبب الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها منذ عقود والآن بلغت درجة كبيرة من الاستبداد والفساد الذي لا نظير له إذن هذا هو الجزائر راهي في محور خير المحور لا قيمة للإنسان عنده تمشي معه وتهرب من المحور الآخر وطبعا النظام أيضا في حالة ضعف داخلي يحتاج إلى نوع من الاحتمال يرى المغرب أنه يحتمي بإسرائيل ويحتمي بأمريكا ضد الجزائر الجزائر أيضا راهي تجري تحتمي بإيران وتحتمي بكل شيء لأنها دولة هشة ضعيفة أضعفها نظامها وأضعفها حراكها كما قال الرئيس الفرنسي وهي الحقيقة التي لا مراء فيها كان من الممكن أن يكون الحراك الشعبي مصدر قوة للدولة ولكن بسبب العقلية العسكرية حوله إلى مصدر ضعف حقيقي أضعف الدولة وأضعف مؤسساتها وأضعف وجودها وأضعف مواقفها الدبلوماسية حتى صارت تتسول الحماية مثل تلك الأرملة التي لا حول لها ولا قوة وصارت تبحث عن أي بعل في أسواق النخاسة لتحتمي به ضد جهات أخرى خاصة أن العالم يتجه الآن نحو صراعات بين الكينات وليس بين الدول والجزائر بحاجة إلى كيان ولا يوجد بديل عن كيان مغارب حقيقي يعطي قوة للمنطقة ولا حتى كيان شمال إفريقي أفضل بكثير ولكن للأسف الجزائر صراعها مع المغرب فتت المنطقة وحولها إلى كنتونات تحتمي بالخارج وأيضا تقد عبارة عن دول نفوذها لا شيء وأراضيها مستباحة للإرادات الخارجية فليبيا راه مستباحة من تركيا والجزائر مستباحة من إيران والمغرب راه مستباحة من إسرائيل وكذا 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 وكان من الممكن أن لا يصل الأمر إلى هذا الحد لو حل الخلافات والأزمات في بيت مغاربي ضمن إطار أشقاء يختلفون على شيء ويجدون القاسم المشترك فيما بينهم ولكن العسكر الذين يسيرون بعقلية أنا ربكم الأعلى في الثكنات العسكرية طبقوه على الجزائر وعلى الشعب الجزائري وأوصلوا البلاد إلى ما يندله الجبين من نفوذ منعدم من لا قيمة بين الأمم ولا حتى في زرائب الغنم نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد